اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة قصة قصيرة. النهاردة هنتكلم عن الشيخ شعبان الصياد. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يلا نبدأ. اتولد الشيخ شعبان عبدالعزيز الصياد في قرية صراوة تابعة لمركز اشمول في محافظة المنوفية في عشرين سبتمبر عام الف تسعمائة واربعين. وكان والده عبدالعزيز اسماعيل احمد الصياد يتميز بوزوبة الصوت وجماله. وكان صوته يشبه صوت الشيخ محمد رفعت. وقدم نفسه للازاعة في اولي الاربعينيات. ولما ظهرت نتيجة امتحانه تم ارسال خطاب لي من الازاعة للحضور. وتوفى في اليوم ده سنة 1944. وكان ابنه شعبان لم يتجاوز الرابع من عمره. اتم الشيخ شعبان حفظ القرآن وهو في السابع من عمره. التحق الشيخ بالمععد الدين الابتدائي واكمل تعريمه الى المرحلة السنوية. وبعد كده التحق بكل اصول الدين شعبة العقيدة. وفي يوم الايام كان الشيخ شعبان عنده امتحان في الكلية. وكان قاعد في الجامعة الازهر. ودخل الشيخ مصطفى اسماعيل الجامع في صلاة الفان. فلقى الشيخ شعبان ماسك في ايده الكتاب ونايم. فقال الشيخ مصطفى اللي كانوا معاه بصوا في الشاب النايم ده ده ليه مستقبل عظيم في دنيا تلاوة القرآن. وكان سبب الجملة دية نتمت دعوة الشيخ مصطفى اسماعيل للقراءة في مسجد ابو صنيدة في قرية المنوفية. ولما قرأ الشيخ شعبان اثنى الشيخ مصطفى اسماعيل عليه. وقال له يا شيخ شعبان انت بتفكرني بشبابي. وخلاه يكمل القراءة. التحق بالازهة المصرية سنة 1975. واللي بيسمع ازاعة القرآن الكريم المصرية هتلاقي اشهر اية للشيخ شعبان. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عيد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فجأة المرض سنة 1994. فتصاب بالفشل الكلوي. وتوفى الشيخ شعبان في تسعة وعشرين يناير سنة 1998. في اول ايام عيد الفطر المبارك. عن عمر ناهز 58 سنة. رحمه الله رحمة واسعة. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة. تحبوا نتكلم عن مين في الحلقة اللي جاية? اكتبوا لي في التعليقات. سلام. اشتركوا في القناة